شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي عبر أنظمة الاتصال المرئي عن بعد وذلك الانتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي للدورة المقبلة 2021-2024 ومثل الشعبة البرلمانية في الاجتماع سيد جمال محمد فخرو النائب الأول رئيس مجلس الشورى والسيد جميل علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى والنائب محمد السيسي البعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب والسيد هالة رمزي فايز نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى والنائب الدكتور عبدالله الذوادي والسيد علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى والنائب فاطمة القطري وعرضت خلال الاجتماع آلية انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد البرلماني بصورة إلكترونية والتأكيد على سرية وأمان الإجراءات التقنية في عملية الانتخاب وتم خلال الاجتماع إقرار النظام الداخلي الخاص للدورة الافتراضية للمجلس الحاكم حيث تم إعداد النظام الداخلي الخاص من قبل مجموعة العمل المكلفة بالتحضير للدورة الافتراضية للمجلس الحاكم ترجمة نانسي قنقر